يوم سادس وآخر من الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس وسط مساعي لتمديدها إلى أربعة أيام إضافية للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن والأسرى وإدخال المزيد من المساعدات حركة حماس أبلغت الوساطة الدوليين استعدادها لتمديد الهدنة السارية مع إسرائيل لأربعة أيام إضافية فيما يكثف الوسطة جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفي اليوم السادس للهدنة تستعد إسرائيل وحماس لتنفيذ عملية تبادل جديدة للأسرى والرهائن حيث من المتوقع أن تفرج حماس عن عشرين رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن ستين معتقلا فلسطينيا إضافيا وفي إسرائيل أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة لقت قائمة رهائن تعتزم حماس الإفراج عنهم من دون أن يصدر أي تأكيد رسمي حول ذلك تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه الوسطة العمل في الكواليس سعيا لتمديد الهدنة لما بعد الخميس موازاة مع التحركات الأمريكية التي تشمل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين هذا الأسبوع إلى إسرائيل ووظيفة الغربية إضافة إلى زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى قطر وسمح اتفاق الهدن بالإفراج حتى الآن عن ستين رهينة كانوا محتجزين في قطاع غزة ومائة وثمانين فلسطينيا من السجون الإسرائيلية كما تم الإفراج أيضا عن إحدى وعشرين رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق كما سمح الاتفاق بإدخال شاحنات إضافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والذي دمرته سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي المتواصل واغتنم ألاف الفلسطينيين الذين لجأوا إلى جنوب قطاع غزة الهدنة للعودة إلى ديارهم في الشمال وهي المنطقة الأكثر دمارا متجاهلين الحظر الذي فرضه الجيش الإسرائيلي الذي سيطر على مناطق عدة في الشمال أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أن الحكومة ستبذل ما في وسعها من أجل إطلاق صراح جميع الرهائن المتبقين وشارع ليفي في مؤتمر صحفي إلى استعداد الحكومة للنظر في أي مقترح جدي يؤمن هذا المطلب نريد بالطبع إعادة جميع الرهائن إلى وطنهم ونحن ملتزمون بهذا التعهد ولن نترك أحدا خلفنا سنعيد الرجال والنساء الصغار والكبار والمدنيين والجنود بما أن هناك عرضا جديا على الطاولة لإطلاق صراح الرهائن المتبقين كما نطالب فأننا بالطبع سننظر في كل اقتراح جدي لأننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإعادتهم أعلن جيش الإسرائيلي أنه يتحقق من صحة ما أعلنته كتائب القسام بشأن مصير أصغر الرهائن الإسرائيليين وعائلته وكان تنظيم وهو جنح العسكري لحماس قال في بيان لم يتم التحقق من صحته بشكل مستقل أن أصغر الرهائن الإسرائيليين كفير بباس والبالغ من العمر عشرة أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن الكرة في ملعب حماس إذا أرادت تمديد الهدن الآن أشارت غرينفيلد في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى لبنان إننا نتطلع لتمديد هذه الهدنة الإنسانية وكانت إسرائيل واضحة منذ البداية إنها مستعدة لتمديد الهدنة في كل يوم تفرج فيه حماس عن رهائن جدد والآن الكرة في ملعب حماس فإذا قررت عدم تمديد الهدنة فإن المسئولية تقع على عاتقها نحن ما زلنا منشغلين بشأن اتساع نطاق هذا الصراع والولايات المتحدة لا تريد أن ترى هذا النزاع يمتد إلى لبنان فالتصعيد ستكون له أثار مدمرة ومروعة إقليميا كما ندين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن بقوة لأنها تشكل خطرا على أمن الملاحات الدولية نشعر بالقلق كذلك إذا أزيادة العنف من المستوطنين المتطرفين تجاه المدنيين في الضفة الغربية والرئيس بايدن أوضح أننا لا نقبل بتوسع رقعة المستوطنات لأنه يقوض فرص إنشاء دولة فلسطينية قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيسعى خلال زيارته لإسرائيل إلى تمديد الهدنة مجددا التزام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على تحقيق هدفها بضمان عدم تعرضها لهجمات إرهابية جديدة بإضافة إلى ضمان تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين بلينكين أكد بعد مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل أكد أن الهدنة السارية في قطاع غزة ساهمت في إطلاق سراح عشرات الرهائن وإدخال المساعدة إلى القطاع أتاحت الهدنة الإنسانية التي ساعدنا في التفاوض بشأنها مع قطر ومع مصر إطلاق سراح عشرات الرهائن ولما شملهم مع عائلاتهم إننا نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة للتأكد من أن سكانها يحصلون على ما يحتاجون إليه لتدبر أمورهم إن النظرة إلى اليومين المقبلين سوف تركز على بذل ما في وسعنا لتمديد فترة الهدنة حتى نستمر في إخراج المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية سوف نناقش مع إسرائيل كيف يمكنها تحقيق هدفها المتمثل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية بالتوازي مع استدامة المساعدات الإنسانية وزيادتها وتقليل المزيد من المعاناة والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين وهذا ما سيبقي جهودنا مستمرة لمنع توسع الصراع وانتشاره وبالطبع سنظل نركز على تمكين المغادرة الآمنة للمواطنين وغيرهم من الرعاية الأجانب من غزة للمزيد ينضم لنا من العاصمة الأمريكية واشنطن توماس ورك كبير باحثين مختص في أمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي من تل أبيب معنا سيد مايكل هراري الدبلوماسي الإسرائيل السابق ومن العاصمة المصرية القاهرة معنا سيد طارق فامي رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القوي للشرق الأوسط أهلا بكم ضيوفي الكرام في هذه التغطية التحليلية أبدأ مع سيد مايكل هراري من تل أبيب أقل من تسع ساعات وتنتهي الهدنة الثانية هل دخلنا في مرحلة القلق من عدم تمديد هذه الهدنة نعم مساء الخير أعتقد أن إسرائيل التزمت بوضوح بضرورة إطلاق صراح الرهائن وبالتالي أنا متفائل فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار ليومين أو ثلاثة لإطلاق صراح المزيد من الرهائن وهنا لابد من أن نفرق بين هذه الهدن وهدفها إطلاق صراح الرهائن من جهة ووقف لإطلاق النار على المدى الطويل وهو أمر مختلف تماما سيد هراري ما هي المتطلبات في هذه المرحلة لتمديد الهدنة لمرأة ثالثة أعتقد مجددا أن الالتزام أولا هو بإطلاق أكبر عدد ممكن من الرهائن المدنيين لذلك نحن نوافق على بضعة أيام إضافية أما فيما يتعلق برهائن المتبقين بمن فيهم الجنود والضباط في الجيش فذلك يحتاج نوعا آخرا من المفاوضات لأن ذلك سيتعلق بمفاوضات التي تركز على ما بعد الحرب كذلك لابد لإسرائيل أن تتأكد من أن حماس على المدى الطويل لن تشكل تهديدا لإسرائيل وإسرائيل أيضا تعهدت أنها لن تسمح لحماس بتهديد إسرائيل والسيطرة على غزة عندما نتكلم عن ما تبقى من الرهائن العسكريين يطبط ذلك بهذه المرحلة التالية هنا أيضا من الممكن في الأيام المقبلة مع الهدى أن يطلق صراح المزيد من المدنيين سيد طارق فهمي في القاهرة أهلا بك في هذه التقطية التحليلية هناك نقاشات طويلة ومفاوضات طويلة في قادتها قطر ومصر وبرعاية أمريكية كل الأطراف تتحاور في الدوحة مرة في القاهرة مرة أخرى هل اليوم لدينا عوائق معينة تعيق لعل الوسطاء من أجل التمديد؟ لا توجد بالفعل أي مشاكل في عمليات التمديد لكن السؤال الأكبر هو ماذا بعد التمديد؟ لأن الهدنة الإنسانية تمضي ساعات يوم بيوم ومن الواضح أن هناك تجاوب من قبل حركة حماس في هذا الإطار وهناك أيضا رغبة إسرائيلية برغم كل ما يجد في إسرائيل من حالة انقصام بين المجلس الحرب وبين الحكومة واحتمالات تفكك الحكومة الإسرائيلية وارد في هذا التوقيت خصوصا مع الحديث عن فكر التبادل يعني استمرار عملات التبادل ووقف إطلاق نار وبالتالي لا أعتقد أن هناك مشكلات آنية يعني حالية هناك محاولات مصرية قطرية لإجراءات بناء ثقام ستحتاج إلى تمديد دلوقت لأن المفاوضات الأكبر والأصعب والأخطر في تأديرها المرتبطة بالجنود الإسرائيليين وحالة الضغوطات التي ستعرض لها نتنياهو وحكومته في هذا التوقيت تحت طبعا وطئة الجمهور الإسرائيلي الأمر الآخر هو أن حركة حماس سريد أن تبقى في المعادلة السياسية الفلسطينية بسرط موظم عما تعرضت له من استهداف في بنية العسكرية وبالتالي هي أيضا لها مصالح كبرى في هذا التوقيت تفضل عذرا هناك فرق في الصوت هناك تأخر في الصوت لذا أعيد السؤال قلت بأن حماس تريد أن تبقى في المعادلة هل هذا أمر ممكن هو أمر ممكن بطبيعة الحال لأن حماس لدي حساباتها وتقديراتها صحيح أن البنية العسكرية تضررت وصحيح أن هناك تأكدات إسرائيلية مباشرة بعدم وجود حماس في القطاع في الفترة المقبلة لكن هذا الأمر طبعا غير واقعي ولا علاقة له بالواقع لأن حماس ستظل ممسكة بورقة الأسرة وممسكة أيضا بوجودها ككيان موجود في القطاع برغم كل ما تضررت له من تضرر بالبنية العسكرية حماس فكرة يا سيدي أديولوجية وبالتالي موضوع خروجها من المشهد بهذه الصورة غير واقعي الأمر تكرر مع حزب الله حينما طلبوا بنزع سلاح الحزب ومع ذلك الحزب استمر حتى الآن بقوة العسكرية وبالتالي الهدف العسكري الإسرائيلي لن يتحقق في هذا التوقيت وحماس ستستمر في التفاوض لأطول مدى معين حرصا على وجودها في المشهد في داخل قطاع غز طيب